موضوع هذا الدرس هو تحديد الشحنة التقديرية لذرة النيتروجين تذكروا تعريف الشحنة التقديرية فهي تساوي عدد إلكترونات التكافؤ في الذرة الحرة ناقص عدد إلكترونات التكافؤ في الذرة المرتبطة والآن ابدأوا بتحديد الشحنة التقديرية للنيتروجين في هذا الجزء ارسموا الإلكترونات في هذه الرابطة لتسهيل تحديد الشحنة الشحنة التقديرية تساوي عدد إلكترونات التكافؤ الذي يفترض أن يكون لدى النيتروجين وهو خمس إلكترونات تكافؤ إذن هذه خمسة ثم اطرحوا منها عدد إلكترونات التكافؤ الذي تمتلكه ذرة النيتروجين في الرسم انظروا إلى التمثيل النقطي لدى النيتروجين أحد هذه الإلكترونات ومن الرابطة الموجودة على اليمين يحصل النيتروجين على أحد الإلكترونات ويحصل الهايدروجين على الإلكترون الآخر والأمر ذاته في رابطة النيتروجين والهايدروجين هذه يحصل النيتروجين على أحد الإلكترونات ويحصل الهايدروجين على الإلكترون الآخر إذن كم عدد الإلكترونات حول النيتروجين في الرسم؟ هناك إلكترون واحد، اثنان، ثلاثة، وهناك زوج غير مرتبط أيضاً، أي أن عدد إلكترونات التكافؤ هو خمسة، لذا اطرحوا خمسة ناقص خمسة ويساوي صفر، شحنة النيتروجين التقديرية هي صفر. ارسموا ذلك مرة أخرى. كانت ذرة النيتروجين مع ذرتين من الهايدروجين وزوج غير مرتبط من الإلكترونات على ذرة النيتروجين، وشحنة النيتروجين التقديرية هي صفر. ثم اطنمط يتكرر في كل مرة ترون فيها النيتروجين مع ثلاث روابط. هذه هي الروابط. واحد، اثنان، ثلاثة. عندما يمتلك النيتروجين ثلاث روابط وزوج غير مرتبط من الإلكترونات، تكون قيمة الشحنة التقديرية صفر. في بعض الأحيان قد لا تريدون الرسم، ويمكنكم عدم رسم الزوج غير المرتبط إن أردتم. ويصبح الرسم هكذا، وهي طريقة أخرى لتمثيل نفس الجزء، لكن دون إضافة الزوج غير المرتبط. إليكم أمثلة أخرى على النيتروجين. ابدأوا بالمثال الموجود على اليسار. إذا نظرتم إلى النيتروجين وتعلمون أن شحنته التقديرية هي صفر، فكم عدد الروابط التي يملكها؟ سأوضحها باللون الأحمر هنا. هذه رابطة واحدة، اثنتان، ثلاث روابط. تعلمون أنه يجب أن يوجد زوج غير مرتبط من الإلكترونات على ذرة النيتروجين. يمكنكم حذفها أو رسمها. انتقلوا الآن إلى المثال على اليمين. إذا افترضتم أن شحنة النيتروجين التقديرية تساوي صفر، قوموا بعد الروابط هنا. واحد، اثنان، ثلاث روابط. توجد هنا ثلاث روابط. وإذا أردتم توضيح زوج الإلكترونات، يمكنكم وضعه هكذا. لاحظوا أن هذا يعني أن لدى النيتروجين ثمانية إلكترونات حوله. اثنان، أربعة، ستة، ثمانية. وتذكروا أنه يمكنكم عدم رسم زوج الإلكترونات غير المرتبط. جدوا الشحنة التقديرية لذرة نيتروجين أخرى في الأسفل هنا. ارسموا الإلكترونات. تذكروا أن كل رابطة هي عبارة عن إلكترونين. ارسموها هكذا. وشحنة النيتروجين التقديرية تساوي عدد إلكترونات التكافؤ التي من المفترض أن تكون لدى درة النيتروجين الحرة. وهي خمسة. ناقص إلكترونات التكافؤ الموجودة في الرسم. في كل رابطة هنا يحصل الهايدروجين على إلكترون واحد. ويحصل النيتروجين على إلكترون واحد. أي توجد أربعة إلكترونات لدى النيتروجين. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. وبالتالي خمسة ناقص أربعة ويساوي واحد. أي أن الشحنة التقديرية قيمتها موجب واحد. وبذلك يبدو أن النيتروجين فقد أحد إلكترونات التكافؤ. فمن المفترض أن يكون لديه خمسة إلكترونات، ولكن هناك أربعة إلكترونات فقط حوله في الرسم. وبذلك تكون قيمة الشحنة التقديرية هي موجب واحد. ارسموا التمثيل مرة أخرى. لدى النيتروجين أربعة روابط مع الهايدروجين، وشحنة النيتروجين التقديرية هي موجب واحد. وهذا يسمى آيون الأمونيوم. قيمة الشحنة التقديرية للآيون هي موجب واحد. وبهذا ترون نمط آخر يتكرر. حاولوا رسمه. هناك واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربع روابط. ولا يوجد أي زوج غير مرتبط من الإلكترونات. عندما يكون عدد روابط النيتروجين أربعة، ولا يوجد زوج غير مرتبط من الإلكترونات، تكون الشحنة التقديرية تساوي موجب واحد. إليكم أمثلة أخرى، حيث قيمة الشحنة التقديرية للنيتروجين تساوي موجب واحد. في المثال الموجود على اليسار، ترون أربع روابط. ولا يوجد زوج غير مرتبط من الإلكترونات على ذرة النيتروجين، وبذلك تكون الشحنة التقديرية موجب واحد. وعلى اليمين الفكرة مشابهة. توجد رابطة اثنتان، ثلاثة، أربع روابط، ولا يوجد زوج غير مرتبط. وبذلك تكون شحنة النيتروجين التقديرية موجب واحد أيضا. انتقلوا إلى المثال التالي. ارسموا إلكترونات في الرابطة. يوجد هنا إلكترونان وهنا إلكترونان. ما هي الشحنة التقديرية للنيتروجين؟ الشحنة التقديرية تساوي عدد إلكترونات التكافؤ التي من المفترض أن يملكها النيتروجين وعددها خمسة. ومنها اطرحوا عدد إلكترونات التكافؤ الموجودة في البنية النقطية للنيتروجين. انظروا إلى هذه الرابطة. امنحوا النيتروجين إلكتروناً واحداً وإلكتروناً واحداً للذرة الأخرى. وهنا امنحوا النيتروجين إلكتروناً واحداً وإلكتروناً للذرة الأخرى. الآن لديكم زوجان غير مرتبطين من الإلكترونات على ذرة النيتروجين. إذن كم هو العدد الكلي؟ سيكون واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة إلكترونات حول ذرة النيتروجين وخمسة ناقص ستة يساوي سالب واحد. إذن قيمة الشحنة التقديرية هي سالب واحد. ارسموا التمثيل مرة أخرى. النيتروجين مع زوجين غير مرتبطين من الإلكترونات والشحنة التقديرية هي سالب واحد. إذا لم ترغبوا برسم زوج الإلكترونات غير المرتبطة، فيمكنكم الاكتفاء بكتابة N و H هنا. ووضع الشحنة التقديرية وهي سالب واحد. النمط المكرر عندما تكون الشحنة التقديرية تساوي سالب واحد، هو أن يكون هناك رابطتان على النيتروجين. وها هما هنا. وزوجان غير مرتبطان من الإلكترونات. أي عندما يكون للنيتروجين رابطتان وزوجان غير مرتبطين من الإلكترونات، تكون شحنة النيتروجين التقديرية سالب واحد. إليكم المزيد من الأمثلة على ذلك. هناك في الأسفل ذرة نيتروجين. ولا ترون زوج الإلكترونات غير المرتبطة في الرسم. لكنكم تعلمون أن قيمة الشحنة التقديرية للنيتروجين هي سالب واحد. كم هو عدد الروابط هنا؟ هذه رابطة واحدة، رابطتان. هناك رابطتان. ويمكن رسم زوجي الإلكترونات غير المرتبطة. هذا زوج واحد من الإلكترونات غير المرتبطة، وهذا الزوج الثاني. لاحظوا أن المجموع هو ثمانية إلكترونات. كرروا الأمر هنا على اليمين. تعلمون أن شحنة النيتروجين التقديرية هي سالب واحد. وبالتالي تعلمون أن هناك رابطتان وزوجان غير مرتبطين من الإلكترونات. هذه هي الرابطتان. وإذا كانت الشحنة التقديرية هي سالب واحد، فيجب أن يكون لدى درة النيتروجين زوجان من الإلكترونات غير المرتبطة. ويمكن رسم الزوجين هنا أو يمكن عدم رسمهما أيضا. انتهى الدرس. ترجمة نانسي قنقر